ترجمة نانسي قنقر وأتمنى إن شاء الله للملك وللجميع الصحة والعافية إن شاء الله لم يثنه عن خدمة مليكه ووطنه سوى الرحيل ولم يهنأ له وقت ما لم يكن مشرفا على كل التحركات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية بالمنطلق حرص واهتمام بشؤون العمل الحكومي تنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لابد إن الشكر للملك على ما قام بها من سؤال ومن مواصبة ومزيار تهيي في ألمانيا كانت لها أقعد الأثر في نفسي وعائلتي كذلك الشكر لسموه اللي يلمعه اللي أيضا تارني وتواصل سؤاله عني وأنا لهم شاكر على كل ما قاموا به تجاهي أثناء علاجي رغم العناء وتعب المرض حرص فقيد الوطن رحمه الله في الشهر الأخيرة على استقبال الوزراء والمسؤولين لمتابعة آخر المستجدات في المملكة فكان سموه رحمه الله قد وجه العريد من الوزارات بالعمل على حل المشاكل ومتابعة المستجدات لضمان سير العمل الحكومي على أكمل وجه أكد سموه على ارتياحه واطمئنانه حول خطة إجلاء الرعاية والمواطني البحرينيين في الخارج أكد اليوم على أهمية الرعاية لبنان الطلبة في كافة المراحل التعليمية وأيضا تقديم أفضل خدمات التعليمية لهم استلمت توجيهات كريمة باستمرار في مراقبة سوق العمل والتأكد من عدم حدوث إن شاء الله أي نوع من الفصل أو التسريح وضمان استقرار السوق حرص فقيد الوطن رحمه الله بعد عودته من ألمانيا إلى متابعة كل ما يمس المواطنين خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وهو ما لمسه كل من يعيش على أرض مملكة البحرين من جهود حكومية أسهمت في التخفيف من وطأته الجائحة ففقيد الوطن أكد مرارا وتكرارا لدى استقبال السلطة التنفيذية على حرص الحكومة على تطوير الخدمات التي تدعم جهود المملكة في كافة المجالات وكان رحمه الله قد أكد أن البحرين استطاعت أن تحافظ على المجتمع وصحته بفضل من الله عز وجل والعطاء اللامحدود من أبنائها المخلصين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية بقوله أنهم هم الذين رسموا طريق الوعي للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة ووضوح ورغم إرهاق المرض والتعب الذي ألم بفقيد الوطن أكد سموه رحمه الله خلال اجتماعاته أن مملكة البحرين قادرة بمشيئة الله على تجاوز مختلف التحديات والاستمرار في وطيرة البناء والتقدم لارتقاء بمكانة الوطن وترسيخ أركان نهضته في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحظرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله ترجمة نانسي قنقر